يا اهلا بكم من قناة كوتستارت مع محمد فاتحي ومازلنا في الباب السادس الخاص بالكلاس من كتاب الابرينتستارت في كورسنا The Ultimate Flutter Course احنا اتكلمنا المحاضرات اللي فاتت وقلنا ان الكلاس بيكون من جزئين جزء بنسميه الديتا وجزء بنسميه البيهيفيور فعندنا لو انت شايف الكلاس اهو هنلاقي جزئين الاتريبيوتز او الفيلدس او بعض الكتب بنسميها فيلدس او الديتا او الستيت كل ده الجزئ الاولاني الخاص بالديتا هكذا الجزء التاني الوجه بنسميه البيهيفيور اللي هو بنسميه يا شباب البيهيفيور وفي بعض الكتب بتسميه الansing اهه ال uso يعني او ال functions اللي هتشتغل على الديتا يبقى انا عندي هنا data وعندي مستوز هتشتغل على الديتا زي ما انت شايف احنا اليهاردة هنتكلم على محور رئيسي من محاور الـ Object Oriented Programming. لو جينا كده وشفنا ان الـ Object Oriented Programming احنا قلنا ان اي لغة ممكن تكتبها بطرقتين. يا اما تكتبها معظم اللغات يعني. ممكن تكتب او اللغات بيقسموها الى جزئين. جزء بيكتب بروسجرال يعني بتنادي على فانكشن بتنادي على فانكشن بتنادي على فانكشن بتنادي على فانكشن. ده منسميه الـ Procedural Programming. وده زي لغة السي وشرحت انا في المحاضرات السابقة للكلام ده. قلنا في لغات تانية منكم تصبرت الـ OOP. الـ OOP مش لغة. محدش يقول ان الـ Object Oriented دي لغة برمجة. لا الـ Object Oriented دي طريقة في كتابة الكود. يعني بيكتب الكود بطريقة منظمة بحيث ان الكود يبقى سهل في الكراءة. يبقى سهل انه هو يكبر يعني سهل انت تـ Extend الـ Class بتاعك. هتلاقي ان في مميزات كتيرة جدا انت تكتب الكود بتاعك بطريقة الـ Object Oriented زي ما بنقول اسهل حاجة فيه ان انت بيبقى سهل ان انت تكبر الكود بتاعك. ولو فيه مشكلة ما تقدر تعالجها. لو فيه كود مش شغال كويس ممكن تستبدله بكود تاني او بكلاس تاني. لان هو عبارة عن component يعني بيقسم الكود الى شكل component بتركب مع بعض عشان تكون الـ Project الكامل. آآ الـ Object Oriented بقى لو انت قرأت اي كتاب بيتكلم عن Object Oriented بقى اي ممكن تشغل يعني الكتاب ده بيشرح الـ OOP بشكل عام ويقول لك احنا هنطبقها على الجافا. وممكن كتاب يشرح الـ OOP بشكل عام برضو ويطبق الكلام ده على السي شارب. فتطبيق اللغة تطبيق الـ OOP على حسب مسلا ممكن تطبقها على اي لغة. تمام? آآ بتصبرت الـ object Oriented يعني. آآ بيقول بقى لان اي كتاب ما يشرح الـ OOP بيقول لك ان الـ object Oriented كأنها كأنها بيت مبنى على ثلاثة اعمدة. اول عمود بيسميه الـ تاني عمود بنسميه الـ والعمود التالت او المحور التالت او البيلر التالت بنسميه البولي مرفوزمة. وفي بعض الكتب بتضيف عمود الرابع اللي هو الـ يبقى اما اسألك في اي سؤال الـ ايه? تقول لي ما هي الا طريقة في كتابة الكود آآ بتسمح ان الكود بتاعي يكون بقسم الكود بتاعي في شكل كومبوننت وبركبها مع بعض عشان ما ابدأ اعمل لي الـ application بتاعي. وان الـ object Oriented مبنية على ثلاثة بيلرس رئيسيين encapsulation inheritance polymorphism وبعض الكتب بتضيف محور الرابع او عمود رابع اللي هو الـ abstraction. فاحنا كلامنا النهاردة عن الـ encapsulation. الـ encapsulation ما هي الا بنسميها الـ private data وبنعمل حاجة اسمها جيتر وايه? وآآ سترز. طيب تعال لكده مع بعض كده لو جينا كده نقول encapsulation في اي لغة يا شباب لو انت بتشرح الـ الـ object Oriented programming بيقول لك اني الـ class كأنه كابسولة كده ده الـ class كأنه كابسولة. الـ class ده بيتكون من آآ جزئين. تمام? الجزء الاولاني ده ممكن تسميه الـ data زي ما انت عارف معايا الـ class data. والجزء التاني اللي هو آآ آآ اللي هو الـ behavior. يبقى الجزء الاولاني ده تقول عليه كده. الـ data. والجزء التاني اللي هو الميثودز. والجزء ده. اللي هو هنا الميثودز. او الفونكشنز او الـ behavior زي ما احنا بنقول. ده انا كده بشرح الـ encapsulation في اي لغة يا شباب. ملاش علاقة بالضارة دلوقت. بشرح بشكل المبدأ او الـ concept بتاع ايه? بتاع او او بتاع الـ encapsulation. آآ الجزء المحور الاولاني. طيب بيقولي بقى بيقول اني الميثودز. الميثودز دي هي الوحيدة اللي تقدر تأكسس الـ data. ماينفحش انت من class تاني. هنسمي الـ class ده class A. وهيبقى عندنا class تاني B. طبعا بيقولك ان ممنوع ان الـ class B يقدر يصل للـ data بتاع الـ class التاني. ده كده في الـ OOB لو انت هتطبق مبدأ الـ encapsulation ده كده ممنوع. ماينفحش. طيب لو الـ class ده بي عاوز يعرض الـ data. عاوز يعرض مسلا الـ data اللي اسمها C هنا. عاوز يعرضها هنا. لا ما يقدرش يعرضها. مش هينفع يعرضها كده. عشان يعرضها لازم يعمل ايه? لازم الـ class ده يروح للايه? للـ function. او الـ methods. احنا شغالين OOB فنسميها methods. الـ methods دي هي الوحيدة اللي ها القدرة انها تسلمين الـ class لانها في الـ class. يبقى الـ data هنا private ماينفحش نشوفها من اي مكان آآ خارج الـ class لازم تصل للعشان تشوف الـ data هنا لازم تأكسسها من ايه? من داخل الـ class. فالـ methods هنا هي اللي لها القدرة انها تصل للـ data خلاص هي قدرت وصلت للـ data وجابت الـ data ايه? عندها هنا اهي. نقدر احنا هنا نكلم ايه? نكلم الـ methods دي من خارج الـ class بقى. نقدر نسل للمثل. فنكلم المثل. فنطبع الـ data اللي اسمها C. يبقى طبعا عن طريق مين? عن طريق المثلز. لان في المثلز اقدر اعمل 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 او اكتب كود يقدر يتحكم في في ان انا بخزن data بشكل معين او اقرأ data اقرأ بشكل معين. يبقى ايزا هنا اللي انا عاوزك تفهمه دلوقتي ان الـ data هنا private داخل الـ class ايه? ماينفحش تصل للـ data اللي عن طريق ايه يا شباب? المثلز. المثلز هي الوحيدة اللي تقدر تأكسس منها خلال ايه? الـ data. الـ data private داخل الـ class. ماينفحش اكسس الـ data من خارج الـ class. تمام? هو ده مبدأ الـ encapsulation. يعني اما اسألك بردو سؤال تاني ايه هو الـ encapsulation? هتقول لي ان الـ data بتكون private داخل ايه? الـ class. طيب عشان اصل الـ data دي لازم يبقى عندي اللي احنا بنسميها المثلز هنا في الحالة دي بيقسموها الى جزئين و ايه? وسترز. جتر و ايه? وستر جت. اللي هي هتجيب الـ data من الـ data هنا تعرضها برا. تعرضها في الـ class التالي. ده بيسموها جتر. يبقى احنا هنا ممكن نقول على ده. عندنا نوعين. ممكن نقول جترز. تمام? جترز و ايه? وسترز. هنعرف الكلام ده و احنا شغالين. جترز و عندنا نوع تاني بنسميه السيترز. تمام? ده في اي لغة هتلاقي الجزء ده مشهور ومعروف جدا. الجترز والسترز. اللي هما المثلز. يبقى انت هتقول آآ يعني ايه? هتقول ان انا عند الـ data private. وعشان اقدر اكسس الـ data بعمل لها الـ gitter والسترز او المسلز اللي هي تقدر تأكسس الـ data. يبقى انا باكسس الـ data من خارج الـ class عن طريق الايه? الـ gitter. لو انا عاوز اجيب data بنادي على الـ gitter. لو انا عاوز اخزن data آآ بنادي على الستر. من خارج الـ class. هو ده باختصار جدا انت كده فاهم بشكل مية في المية مبدأ الـ encapsulation. طيب آآ لو راحنا بقى عندنا هنا في الضرد. آآ هنلاقي ان احنا بنقول على الـ fields. احنا قلنا ان الـ class بيكون من جزئين? attributes. fields data او state دو كلهم نفس المعنى تقريبا. وجزء تاني بنسميه الـ behavior او المسلز. طيب لو جينا هنا هنقسم بنقولنا ان الـ class اهو behavior و data. الـ data بقى لوكات الـ data دي private. عشان هتشتغل مبدأ الـ encapsulation. فانت بتسمي الـ data field. ما جايزا بتقول عليها fields. لوكات الـ data public بنسميها ايه? بنسميها properties. والـ behavior او المسلز اللي هتشتغل على الـ data ده احنا ايه ده جزء تاني. يبقى تقسيمة الـ class data. الـ data ممكن لوكات الـ data دي private بنسميها fields. لوكات الـ data دي public بنسميها ايه? properties. والجزء التاني اللي هو الـ i? المسلز اللي هتشتغل على الـ data. طيب آآ تعالوا نشوف الكلام ده عملي ومشاكل آآ لو انت بشغال encapsulation. ايه المشاكل اللي منكم انت قابلك. آآ احنا هنا عندنا كان عندنا كلاس. كنا شغلنا عليه المحضر اللي فاتت. الـ class ده user. تعالوا نعمله في فايل منفصل كده يكون اسهل لنا. هو هنيجي هنا. وهنيعمل كلاس اسمه user dot dart. ده فايل عادي جدا هو. وبنسميه بنفس اسم الـ class بس الفايل آآ بيكون آآ كله small. تمام وهاجي هنا هعمل كلاس. الـ class ده user. الـ yu capital. وهيبقى عندنا هنا اتنين آآ احنا قلنا الكلاس بيكون من جزء آآ من جزئين. اتريبيوتس. وآآ احنا بنقول بقى الاتريبيوتس كمان اللي انت بتسميها ممكن تسميها فيلز مجازا كده لو كانت برايفت او بروبيرتس لو كانت بابلك او آآ استيت كل هدي نفس المعنى. وعندنا جزء تاني بنسميه البيهيفيور. اللي هي الميسودس. طب احنا كان عندنا اتنين اتريبيوت هنا. اللي هو كان آآ انتجر. اي دي. وده كنا مخزنين بزيرو بالشكل ده. هنسيبه دلوقت بالشكل ده. وعندنا كبان آآ سترينج. النيم. وعندنا الكونوستركتور. يوزر باسم نفس الكلاس. ده الانمد كونوستركتور. وهنعمل هنا كنا بنقول له مثلا. ديس دوت الاي دي. وهندي له الدفولت فاليو بزيرو. ده شرحنا المحاضر اللي فاتت. وذيس دوت النام والدفولت فاليو مثلا بسينج الكود. ده اللي كنا بنعمله بالشكل ده. طيب. آآ اللي بيحصل دل الوقت ان انا اقدر اخزن لو رحت هنا كريدت ابجيكت. من الكلاس يوزر. فبعرف فار. يوزر. وان. اكوال. يوزر. وبنقول له هنا ال اي دي. مسلا باتنين. والنيم. بمحمد. كده لدت آآ اخزن. فلو رحت عملت اوفررائد لتو سترينج عشان اطبع. الكلام ده برضو عملنا في المحاضرات اللي فاتت. من البيهيفيور. انا هاتبع افررائد تو سترينج. تو سترينج اهي افررائد تو سترينج عشان نطبع الابجيكت. اما كنت اطبع الابجيكت. اعمل للابجيكت. اعمل وبشكل معلومه مفيدا. فانا هنا هعمل دابل كتيشن. واا واقول له هنا息يوزر هكتب كلمة يوزر. وهاعمل الكسين ده. وهاقي هنا هقول له الأي ديij نقطات 2011 وهسترينج انتربوليشن لل اي دي. وهنا اه النام هسترينج انتربوليشن لمين? لآآ النام. فبالتالي اما اجي هنا واطبع الابجيك هيديك معلومة مفيدة اهي برينت برينت. اليوزر. الكلام ده شرحناه مفيش اي جديد لحد هذه اللحظة. كده احنا مش ماشينا على مبدأ الانكابسيوليشن. قال لك اليوزر الاي دي باتنين والنيم بمحمد. طيب هنا ممكن بقى بالخطأ اجي انا هنا في اي مكان واغير النام اللي خزناه احنا خزناه. فانا معتقد ان النام محمد. فممكن اجي هنا اقول له يوزر وان ضد النام وغير. سواء انا بقى او ديفلوبر تاني لان انا شغال مع تيم. فممكن ديفلوبر تاني يجي هنا ويغير النام ويخليه مسلا خالد خالد. فبالتالي مطبع دلوقت هيطبع النام خالد خالد لان احنا غيرنا. يبقى ده قدرت اصل من خارج الكلاس اهو طبعا النام خالد خالد. قدرت اصل من خارج الكلاس الى الديتا بتاعة الكلاس اللي هي النام. وده خطأ كبير جدا. انت كده كسرت مبدأ الانكابسيوليشن. مبدأ الانكابسيوليشن بيقوله يا شباب بيقول ان الديتا بتكون برايفت. طيب ازاي نخلي الديتا برايفت? ان انا باجي هنا وبقبل الديتا بضيف اندرسكور. قبل الفيلد او قبل الاسم يعني بضيف اندرسكور. كده انت حولت الديتا من بابلك خليتها ايه? خليتها برايفت. طيب ازاي الكلام ده كمان هنا هتقابلني مشكلة ان ده بقى خلاص هتبقى مش هتبقى مش هينفعولو بالشكل dies. فانا هقول له هنا انت اي دي. وكمان ده هيبقى string النيم. string النيم بالشكل ده. string النيم. ومحتاج بقى ان انا اقض قيم انت كده ابعض الكلوي اي دي. وهياخد محتاج اخد الاي دي. ده اخزينه في الاندرسكور اي دي في البيت واقض النيم ده اللي هو داخل البرامتر Seeing الرسول ال скolan الملف واخذينه الدذاكاز ليست갔ة بنسبة ال COLON عندك ال COLON يغضب هو البرائفت هيساوي اه النام اللي داخل عندنا. وبعمل سيمو كولين او هسيبه كده. والسيمو كولين خارج اه منك نكتبها هنا او منك ناسيبها ما اكتبهاش. ما بنكتبهاش عمتا. بنكتبها امتى لو انا لغيت ده كده. اهي. يبقى ده كده قدرت ان انا اعمل ايه? اعمل اه الجزء اللي هو خاص بالانشيلايز الليست. مش محتاج الباضي لان مش محتاجه دلوقتي. فانا هنا قدرت اقصينا القيام. طيب هنا طبعا بدأ يديني لان ده اصبح مش اسمه اي دي اصبح اندرسكور اي دي وده اصبح اندرسكور نيم. وقدرت اكسس لاحظ ادرت اكسس ال البرائفت. ازاي انت بت اكسس البرائفت? هقول لك لان انا داخل الكلاس. طالما انا داخل الكلاس اقدر اكسس البرائفت ديت عن طريق مين? عن طريق الميثودز. ممتاز. انما انت هنا هيضرب مننا الكود اهو مش هينفع ان اكسس البرائفت ديتا بدأ يعترض ليه. لان بيقولي ازاي انت تغير النام. ده النام ده برايفت ما ينفحش ان انا اي ان انا اغيره بالشكل ده. يبقى انا ايزا هنا مش هينفع اغير النام. وبكده انا قدرت اطبق مبدأ الانكابسيوليشن بسهولة جدا. لو عملت رانة دلوقت. تمام? اه قدرت اطبع فعلا النام خالد. حاولت تغير في النام او الاي دي. يوزر وان دوت. لها شوف الاي دي. مع انه كان ظاهر من شوية. ولا هقدر اشوف اللي هي النام. ليه? لانهم اصبحوا برايفت انكابسيوليشن. مش هتشوفهم خارج الكلاس. من اللي يقدر يشوف الاي دي الاندرسكور اي دي والاندرسكور نيم. هو اللي داخل مين? اللي داخل الكلاس. كده. احنا قدرنا نحول ان الديتا نخليها برايفت. في الحالة دي بنسميها الفيلديس يا شباب. انا عندي اتنين فيلدي هنا. وكده انا طبقت مبدأ الانكابسيوليشن على الجزء بتاعي. محتاج بقى ان انا ايه? ابدأ. لو انا عاوز اكسس الديتا محتاج ان انا اتكلم عن البروبرتز او بنسميها الجتر والستر. انما انا لحد ازيل لحظة تبقت مبدأ الانكابسيوليشن اه بالشكل اللي انت شفته معنا. اه ما ننساش نعمل ريت للكورس يا شباب الناس اللي معنا في الكورس يا ريت تعملوا ريت للكورس. محتاجين الفول مارك. تقييمة كل الكورس النجوم خمس نجوم ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله